أريد فقط أن أعرج إلى نقطة أنت عيشت مدة كبيرة من العدوان في قطاع غزة ونقلت لنا الصورة من هناك بالإضافة إلى فقدانك لعائلتك خلال تلك المدة وتابعنا وكل العالم تابع ذلك الاستهداف الغاشم بحق الأبرياء وفي حق أسرتك يعني ما الذي يريده الاحتلال منك أستاذ وائل والله ما يريده مني يريده من كل صحفيين الزملاء العاملين في حق الإعلام في حق صاحبة الجلالة هو يريد إبعاد الشهود الأحياء هو يريد إبعاد عزل الحقيقة وخنق الحقيقة في أرضها بحيث لا تصل إلى مستحقيها من الملايين الذين ينتظرون هذه الحقائق الصحفيون الفلسطينيون هم رسل الحقيقة في النهاية يدفعون ثمنا باهظا هذا صح ويضحون هذا صحيح ويسهرون يعرقون يبذلون الغالي والنفيس من أجل الحصول على هذه الحقيقة تمهيدا لإيصالها لمستحقها في مختلف أرجاء المعمورة هذه مهمة ليست مهمة سهلة هي مهمة إنسانية بالدرجة الأولى ولكنها في غاية الأهمية بالدرجة الثانية أولا لكونها المهمة الأساسية للصحفيين ثانيا كونها مهمة إنسانية وهذا حق بالمناسبة كفلته كل القوانين والمواثيق التي تعاهدت عليها كل الأطراف وكل الدول ولذلك هذا الأمر هو أمر هام جدا أخطر ما ربما يقلق منه الجيش الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيل هو أن يشكل الصحفي الفلسطيني نموذجا ملهما للصحفيين في مختلف أرجاء المعمورة وللأجهال أيضا بمعنى أن هناك من الصحفيين من يعمل في حق للصحافة كوظيفة وهذا ربما نموذج محبب بالنسبة للاحتلال وغيره من الأنظمة في الدكتاتورية في مختلف أنحاء العالم لكن أن يعمل الصحفي ويشكل نموذجا ملهما هذا ممنوع في عرف الدكتاتورية ولذلك هنا الخطر ربما نحن في أكثر من مجال قلنا وأكدنا وشددنا على أننا كصحفيين في خطاع غزة تحديدا وفي الأراضي الفلسطينية بشكل عام نحن لسنا طرفا في الحروب نحن نعمل بكامل المهنية وبكامل الموضوعية والشفافية ولكن مجرد الالتصاق والانحياز إلى المهنية هذا يعتبر من وجهة نظر جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة ويعتبر أنك تقوم بواجبك على أكمل وجه وبالتالي يجب أن لا يتشكل هذا النموذج الملهم الذي تحدثنا عنه ولذلك ربما كان هذا الإمعان في الاستهداف بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة للواقع الصحفي بشكل عام لكن بما أن القصة بالنسبة لي كانت عدة استهدافات متتالية وفي أكثر من مناسبة ربما يكون هذا إنعكاس واضح وتجسيد حي لهذه الاستهدافات والجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين الفلسطينيين في خطاع الزاق ترجمة نانسي قنقر